مصمم أزياء أردني درس فن البصريات وبدأ العمل في مجال الناحة والرسم وانتقل بعدها لمجال الفاشن تعلم مهارات الخياطة والتصميم في مجال الأزياء وحقق أرقام قياسية كأول مصمم أزياء يصل للعالمية في أسبوع نيويورك للموضة صمم أطول رداء في العالم ارتدده المغنية الشهيرة نجوة كرم يصل طوله لـ 55.7 متر وطبعا بمثل الأردن في كتير من المحافل الدولية والإيفنتات الخاصة بالفاشن شارك كيش جين في تصميم مجموعة خاصة للراقصين في جولة بريتن سبيرز الأخيرة وبعتمد على التصميم المختلفة يلي بتجذب أنظار الجمهور واليوم نستضيفه في استوديو صباح الخير يا أردن أهلا وسهلا فيك كيش جين أهلا وسهلا فيك إيوش شكرا على هالاستضافة الحلوة هاي المرة الثانية اللي بقال لك فيها فأنا هذا إشي بسعدني صراحة أهلا وسهلا فيك مرة تانية بداية كيش كيف انتقلت من مجال الرسم والنحت لمجال الأزياء يعني كيف عم تجمع بين المجالين هلا هي بلشت شوي شوي يعني كان قرارجولي أول إشي بلشت درست فنون الفنون كان فيها بينتينغ وكان فيها نحت الرسم هو اللي وصلني أخيرا للفاشن وبطريقة عفوية ما كنت مفكر فيها اللي هو يعني كنت عم برسم رسماتي الخاصة واحدة من الرسمات كانت لبريتني سبيرز اللي هي أنا أصلا بحبها كتير وهاي البينتينغ كانت نزلتها على فيسبوك بيج وكل حدا صار يطلبها مني على تي شرت هون تعلمت على إشي اسمه البرينتون ديماند ويبسايت البرينتون ديماند ويبسايت اللي هم بنزل عليهم البيس نفسها الرسمة تاعتي على أكتر من بيس منهم تي شرتات مقات أواعي 80 آنتم نزلت عليه والناس كلهم ركزوا على تي شرتات اللي هي الهاند بينت تي شيرت والفاسطين ومنهم انتقل الموضوع للفاشن صار شوي شوي انطلب مني زي فاسطين مرسوم عليها إشياء بسيطة وبلشت أتدرب شوي شوي أن أعمل ديزاينات أصعب وأصعب وأدخل فيها كما أنه دخلت كمان النحية اللي كنت أعمله كمان بالوجوه بالفاسطين هلأ ودخلت الباشن ستاعتي ظل ويراب الارت بسمي اللي هو فن بينلبس يعني كانت بداياتك كتير فيها تنقلات وتحولات يعني لو صلت لهن وطبعا بعت تي شيرت اللي هو بينتينج هاد اللي هو بوب كولتشر ويعني اشتغلت بلوس أنجلوس مع كتير من كبار النجوم مثل بريتني سبيرز وشرب الزوي وأسماء كبيرة حتى اثناء أكتر أول ما ببلشت عملت هاي البينتينج اللي حكينا عنها بعتم أبيعات كتير خيالية بفترة قصيرة ونصر حتى يعني بعتولي ناس من كل العالم أنه هاد لبسها حفلة هاي لبسها عالصهرة فبعد هيك صار يتواصل ومعي تتواصل معي بصمم الأزياء العالمي طبعا نشرب الزوي وحكالي بده نعمل كولكشن مع بعض وفعليا نعملنا وقتها وبرضو كانت هانت بينتينج نجحت كتير الكولكشن ولبسوا منها سليبرتيز مثل تلية برضو فهاي كانت يعني بداية الانطلاقة للاشياء اللي في لوس أنجلوس هناك عملنا عقد مع بي آر إيجنسي البي آر إيجنسي هي مسكتلي شغلي هناك وبلشت كمان تبرموتت في طريقة أكبر عملنا كمان كولابريشنز مع مايكرويز ومع أسماء كبيرة إلى حين أنه وصل لاتين بريتني لأنه كان بلاس فيغاس التور تاعتها كانت بس بلاس فيغاس كانوا عاملين لها ستيج وكل أسبوع كان في حفلة هناك قد ما شافوا الفانز قاعدين عم بلبسوا من تي شيرتاتي طلبوا بني أنه أعمل لالدانسرز كمان تي شيرت وعملت لهم مؤتيها وبرضو كانت يعني خطوة كتير حلوة يعني كيش خبرني أكتر عن شعورك بعد ما مثلت بلدك من خلال مشاركتك في أسبوع نيويورك للموضة وحكست ثقافة بلدك أنا كان يعني كنت كتير مبسوط أنه طلبوني إلى أسبوع نيويورك في الموضة خصوصا أنه هذا أنا ما إلي كتير في الفاشن سين فكانت تجربة حلوة بالنسبة إلي وكان مثل ما حكينا في الانتربيو الماضي أنه أنا بدي أروح أمثل بلدي وعشان هيك اخترت كمان أنه يكون الأغنية تكون أردنية اللي هي تعدانة صلاح دمتك على أساس أنه نمثل الكلتشور طبعنا وطلبوني لسنة جاي قلت لهم أنه بدنا ناخد معنا كمان مصممين أردنية اللي هم الديزاينرز اللي بنعرفهم على أساس أنه يوصل صوتنا لبرة ونصير انترناشنل ما نظلنا محصولين بس هون طيب شو أكتر شي بميز زي التصاميمك وشو نوع الأزياء اللي بتفضل إنك تشتغلها هلأ أنا اللي بعمله هو ويرابل آرت اللي هو فن بينلبس وبحب كتير أجمع ما بين الستيج وير والإبنينج وير اللي هو الملابس اللي بتنلبس على الستيج والملابس تاعت الصهراء أساس أنه يعني أي حدا بلبس من اللبسي يكون حاس حاله كأنه النجم أو كأنه على الستيج يعيش الفانتسي كاملة الماتير اللي بحب أشتغل فيها كتير بحب الجلد الإنعكاسي لأنه بيعطي شعور كأنه حديد شيء ميتالك حلو كتير وهاي التريد مارك بحب كمان الكورساتس بحب يكون الإشي كتير يعطي شيء بالجسم الصح لأنه أنا من الناس اللي يعانوا من شكل جسمهم بنصح وبضعف كتير بسرعة فبحس أنه حلو أنه كل حدا يكون حاس حاله مرتاح فحاول دايما أركز أنه أضغر منطقة الخصر وأعطي الشيء الجمالية قبل ما أبلش بالتصميم أكيد طبعا يعني مثل ما ذكرنا أنت صممت رداء أو أطول رداء في العالم ارتدته المغنية نجوة كرم ودخلت أو حطمت أرقام قياسية في موسوعة جينيس طيب يعني خبرنا شوي عن الموضوع وشو الدكنيك اللي اتبعته هلأ لما كان موضوع كيف عم نعمل أطول كيف بالعالم كان هو 55 متر بوينت 7 حكينا أسباب يمكن لهذا الرقم المرة الماضية بس اللي ما حكناه وقدي كان فيه إشياء نفكر فيها عشان نعمل هذا التصميم اللي هي تتضمن قدي بده يكون خفيف على ظهرها قدي مساحة المحل السبيس اللي عم يعني نعرض فيه على أساس أنه نحسب الطول والعرض والمواد اللي استعملناها كان بالنسبة إلي لقماشة قماشة كرب أنه كان لازم تكون قماشة خفيفة كتير على أساس أنه ما يوزن على ظهرها أنا ما عم تحكي عن 55 متر يعني وزن كتير كبير بس هذا لم يتعدى وزنه العشرة لخمسة عشر كيلو تقريبا برضو العرض لأنه ما فيه مساحة نفرده كتير طويلة فاطرين نعمله كمان أرفع شوي فكان فيه كتير إشياء دراسات بهايند السينز وإحنا عدنا نشتغل عليه أشهر يعني لعبين ووصلنا لهاي النتيجة وحكينا طبعا كيف تواصلت مع فانز تبعون نجوة كرام والفانز تبعات يعني نحكي أكتر عن الموضوع هي مثل ما قلنا هي السنة الماضية حكوا معي فانز نجوة كرام اللي هم الفانز اللي بيركبوا لها الاستقبال كل سنة فهم على التواصل معها دايما وكل سنة بحبوا يلابسوها كيب من مصمم أردني هالسنة كان التفكير وسع هي من السنة الماضية بس لأنه ما إجت السنة الماضية أجلناها لها السنة كانت التفكير أنه بدهم يكسروا جانس ويلد راقد بأطول كيب بالعالم ومرتبين مع جانس وفانيا تواصلوا معي وحكولي أنه ما في غير أنت بتقدر تعطينا النتيجة اللي بدنا إياها لأنه خصوصا ستايل نجوة هلأ نجوة عم بتوحكير على الأفونغايد وعلى الإشياء الغريبة اللي بتبعها بعرف قدية يعني بشبه هذا الشغل فحكولي أنه أنت الشخص الصح لهذا الخيار وفعليا اشتغلنا بعثنا سكيتشات السنة الماضية وبعدها نتصل موضوع لفترة وهلأ رجعنا نشتغل عليه قبل أكمل شهر حكولي أنه رح ترجع نجوة في يوم كذا ورجعنا عملنا سكيتشات جديدة وبلشنا فيها وكل شي كان يعني الحمد لله مسيطرة عليه طيب باكي شو اللي بميز تصاميم كيش جين يعني التصاميم هي تتميز بأنه ويراب الأرت هذا اللي بركز عليه كتير وبحب أنه ما يكون في أي شيء تاني زيه يعني حتى ما طلبوني على نيويورك فاشنوري قلت لهم أنه ليش أنا أنه فيه مصممين كتير قبلي حتى في الأردن ليه أنا حكولي لأنه بالضبط الجملة حكتلي It's like nothing we have ever seen before أنه ما بشبه أي شيء تاني شوفنا قبل هيك وأنا هذا اللي بهمني أنه يتميز بأشي ما بشبه حدا تاني وفعليا اللي تكون لابسة إشي من عندي تكون عارفة أنه ما في حدا تاني راح يكون لابس زيه طيب يعني كيش شو في أشياء هلأ جديد عم بتحضر لها وشو هي خطتك المستقبلية هلأ إن شاء الله انطلبنا على فارس فاشن ويك بس هاي السنة ما حنلحق لأنه الكولكشن لسه يدوب جهزات ويدوب روحنا من نيويورك وعنا لسه شغل هلأ في دبي فإن شاء الله أول السنة الجاي في عنا فارس فاشن ويك وفي عنا فاشن فاكتري في دبي إن شاء الله في كتير بروجيكت جاية في عنا هلأ كمان عم نجهز لقونا فيلم فاستيفل كمان في ناس راح نلبسهم للجراميز فإن شاء الله يعني في بروجيكت جاية يعني راح نشوف عروض قريبا خاصة فيك إن شاء الله لوين المستقبل وشو بتحكي يلي بينتقدوا نجاحاتك إنه العرب ما عندهم أي شي يعملوا غير إنهم يصمموا أكبر صحن تبولة أكبر كرسي أطور رداء يعني آخر إشي صار يعني شو بتحكي لنا؟ هلأ الحمد لله النقد إجاء قديل بس النقد اللي على الكيب ما كان على الشغل اللي فيه ما كان بالعكس يعني الناس كلها حبت الديزايل والبهرت فيه هي كان يمكن فكرة إنه ما هم ما فهموا إنه هذا كان من الفانس فكروا إنه هي ست نجوة اللي كانت بيدها هذا الاشي كان الانتقاد إنه ليه نجوة كرم أطول كيب كان مفروض مثلا أطول نوت مثلا أو أعلى صوت واللي صار إنه هي هدية من الفانس كانت جستشر حلوة لإلها وهي فعليا مبسط فيها وتفاجأت فيها ما كانت هي اللي طال بهذا الاشي يعني النقد كان على هذا الموضوع بس يعني بالعكس ما كان مؤذي وكان في بعض الكوميديا يعني فيه إشياء احنا ضحكنا عليها كمان يعني غير عن هيك ما بحث فيه نقد كتير على الشغل بحث إنه أغلب الناس فيه تقبل فيه صحيح طيب لشو بتطمح حلق بمجال الفاشن غير طبعا إنه إنه بدك توصل للعالمية بطمح صراحة إنه إحنا كإندستري كامل بالأردن نوصل بطمح زي ما إنه فيه أسماء عالمية من لبنان ومن بلاد تانية بطمح إنه يصير عنا أسماء عالمية وتصير الأردن محطة فاشن معروفة بالعالم كله طبعا أكيد شكرا إلك كيش جين يعطيك ألف عافية شكرا إلك